أنت دائماً تقولين وقبل شوية أيضاً قلتها أن من يقرر أن يقف بوجه الفاسدين عليه أن يهيئ نفسه لدفع أثمان مو ثمن هل هيئة النزاهة الاتحادية بدأت تدفع هذا الثمن من خلال الصرخة التي أطلقها حيدر حنون بمكافحة الفساد وأنتم كيف تعاملتم مع ما طرحه رئيس هيئة النزاهة الاتحادية عندما صرخ نحن سوف نستطيف في لجنة النزاهة لمعرفة ملابسات كل ما تحدث عنه خلال مؤتمر الصحفي رغم ملاحظاتي على المؤتمر الصحفي وعلى مكان إنعخاذ المؤتمر الصحفي ما كنت أتمنى لسيد حيدر حنون أن يتحدث عن موضوعات الفساد وهو أفسد مكان في العراق وأفسد حتى من بغداد وأفسد من سرقة القرن لأن لحد هذه اللحظة 33 سنة في إقليم كردستان لم يتم محاسبة موظف بسيط على موضوع الفساد لهذا هو اختياراً للمكان لم يكن موافقاً به ثم إنه هذه المشاكل اللي طرحها كان يفترض أن يكون بطريقة قاضي سابقاً كان قاضي كان يفترض أن يكون بطريقة قانونية أحسن من ما يطلع بالإعلام اليوم من طلع بالإعلام بعد هذا شنو راح يسوي يعني هو اليوم أمام امتحان صعب جداً كل ما طرحه في مؤتمر الصحفي عليه أن يطرحه أمامنا في مجلس النواب وفي لجنة النزاهة يجب أن يتحدث بالأسماء من هم اللي يضغطون على هيئة النزاهة ولا يسمحون لهيئة النزاهة بمتابعات ومكافحة الفساد في العراق هذا أمر ضروري جداً يعني لا يمكن لرئيس هيئة النزاهة أن يتهم الآخرين دون أن يكون لديه دليل فيجب أن يكون لديه دليل ويجب أن يكون لديه جرأة أن يتحدث بهذا الشأن وأنا أعرف جيداً بأن هيئة النزاهة عليها الضغوطات كبيرة وكثيرة وهم يتعرضون لأنواع من الضغوطات حتى للتهديد والوعيد يعني ما أقول كل موظفي في هيئة النزاهة هم أيضاً نزيهين هما أكون موظفين هم بحاجة إلى هيئة النزاهة الوحدة حتى التابع عمل الموظفين داخل هيئة النزاهة لكن بالمجمل أن هيئة النزاهة هي الجهة التي تكافح الفساد وترسل كل ملفات الفساد إلى القضاء على هيئة النزاهة أن تكون لديها علاقات وطيدة ومهمة مع القضاء العراقي كي يكون هناك فريق متجانس ومنسجم لمكافحة الفساد بدون أن يكون هذه الهيئات التي هي هيئات مستقلة والسلطات مستقلة أن يكون هناك تعاون مشترك ليس تعاون من أجل طمطمة لا تعاون من أجل فضح الفاسدين ما رح ننجح يعني إذا نريد أن ننجح في مكافحة الفساد يجب أن يكون فعلا هناك علاقات وطيدة مع بعض المؤسسات التي هي مهمة في مكافحة الفساد ترجمة نانسي قنقر